السلام عليكم شايفين الجاو عامل ازاي؟ شايفين البحر؟ والبحر عايز كوبية الشاي كوبية الشاي عايزها بسكوتة بس مش اي بسكوتة. بسكوتنا النهاردة بسكوت البنبو تكرين البنبو تكرين البنبو بتاع زمان افورقة ذهب اهيام المدارس النهاردة هنعمل بسكوت البنبو شايفين شكله جميل ازاي? وتعمه مش عارفة اقولكو طحفة خطير خرافي جميل او يمكن عشان انا بحبه بس هو فعلا جميل شايفين شايفين من جوه طحفة يلا نبدأ بسم الله النهاردة هنستعمل كوباية من الزبدة الزبدة تكون طرية شوية كمان ربع كوباية من الزيت هنستخدم كمان كوباية الا ربع من السكر البدرة ندخلهم شوية مع بعض وندرب بالمضرب لحد ما ينعموا ولونهم هنلاقي لونهم مفتاح شوية شايفين بقى فاتح ازاي هزود عليهم بيضة وشوية من الفانيليا رشة من الملح من استقلش ببرشة الملح دي لانها هي اللي بتظهر الطعم يا جماعة والله هزود كمان معلقة من العسل الاسود وندرب شايفين لون العجينة بعمل ازاي الوصفة النهاردة فيها كوبايتين ونص من الدقيق انا هحط كوبايتين والنص التاني هخليه للاخر حد ما العجينة تثبت معانا مش كل الدقيق زي بعضا فانا هحط الكوبايتين وازود بقى لحد ما شوف هياخد قد ايه هزود معلقتين من النشا ونص معلقة من البكينج بودر وربعة معلقة من الارفة الارفة بقى هي اللي بتجي الطعم الجميل بتاع البنبو هحط كمان تلات معلق كبار من بودرة الكاسترد او احط باكت من الكريم كراميل انا النهاردة استعملت الكاسترد انا شلت النص كوباية على جم لحد ما شوف العجينة هتاخد معايا ايه هقلب شوية كده بالاسباتولة وبعدين اعجل انا معايا اخدت كوبايتين ونص اخدتهم كلهم هجيب كيس من طول التلاجة وافتحه عشان يساهل علي الفرد هحط العجينة شايفين العجينة عاملة زي طرية وجميلة راحتها من قبل ما تدخل الفرن جميلة طبعا ربع معلقة بتاعت القرفة دي عاملة شغل جميل جدا ابدأ افرد العجينة بين كيسين طلاجة ده السمك اللي احنا عايزينه ومش عايزينه تخين علشان احنا لست هنلزق البسكوتين في بعض هستخدم القطاع المدورة وابدأ اقطع شايفين بكل سهولة يعني مش محتاجة حتى ادوس عليها صينية بقوا عليها ورقة زبدة وهحط عليها البسكوت بعد ما اقطعته ادخلوا الفرن على مية وسبعين درجة هياخد اتناشر دقيقة شايفين بعد ما طلع كله زي بعضه كله نفس المقاز يعني كله نفس اللون ابدأ ارس البسكوت او نص البسكوت هخلي الوش اللي تحت والجزء اللي كان على الصينية هخليه قدامي فوق علشان ده اللي هنحط عليه الحشو هحط شوية من النوتيلة في كيس حلواني وابدأ احط على البسكوت من النص ما احطش على الحراف قوي عشان لما احط البسكوت الثانية هيطلع علينا على الجناب رحت البسكوت يا جماعة واحنا شغالين يعني بصراحة ربع معلقة القرفة دي جميلة جدا ابدأ احط البسكوت الثانية ادوس دوسة صغيرة كده بايدي علشان الشوكولاتة تحت تتوزع شايفين؟ شايفين الصمك بقى عامل ازاي عشان كده مكناش عايزين نعمله تخين قوي هسيح شوية من الشوكولاتة ممكن تكون شوكولاتة بحليب او شوكولاتة درك واحط عليها معلقة من الزيت بلاش زبدة زيت علشان يديني اللمعة اللي احنا عايزنا اقلب كويس واحضر جنبي شبكة كده اوراك احطه على طبق علشان بعد ما اغلب البسكوت البسكوت اطلعه عليها ينزدلي الزيادة حاجة سهلة قوي وبسرعة بتخلص على شوكة وارفعه اخبط خبطتين طبعا انا الشوكولاتة حطى تحتيها بولة فيها ماية سخنة علشان ما تنشافش مني واطلع كده على الراك علشان ينزدلي اي زيادة موجودة في البسكوت هسيبه يبرد شوية او يجمد شوية هحضر شوية كمان من الشوكولاتة الدرك في كيس حلواني وهعمل فيه فتحة صغيرة قوي علشان اقدر اعمله الخطوط بتاعت التزيين من فوق طبعا ممكن اخلف اللونينة الشوكولاتة علشان يباني الفرق وعادي وممكن لا يعني شايفين الشكل بيمبو ولا مش بيمبو والطعم بيمبو 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 جميل جدا شايفين شايفين شكله جميل ازاي وطعمه مش عارف اقولكو طحفة خطير خرافي جميل او يمكن عشان انا بحبه بس هو فعلا جميل اه اتمنى البيمبو بتاع النهاردة يكون عجبكم ما تنسونيش في الاشتراك في القناة ولايكو شير والسلام عليكم